يقول ما هي صفة عقد الأصابع عند التسبيح من يجيب كيف العقد كيف عقد الأصابع نعم أنت قلت هكذا هذا عقد أم حل حل فجوابك ليس حلا العقد هو ثني الإصبع إلى باطن اليد ثني الإصبع إلى باطن اليد هذا يسمى عقدا فتقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ثم تحلها ثم تقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر حتى تتم بذلك هذا هو السنة هذا الذي يسمى عقدا فإن جمع العبد بين العقد والحل على أي وجه كان ذلك جائزا وكذا لو أنه اقتصر على مثان الأصابع ففعل هكذا قال سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر فهذا جائز أيضا والمقصود أن السنة هو العقد برد الأصبع وتنيه إلى باطن الكف